موسيقى موسيقى يمكن يكون التعلم عن بعض بالكنادي يونيبورسيتي دوباي بيشبه اللي بتقدمه الجامعات الأخرى ويمكن يكون حفل التخرج الافتراضي شائع عن بعض الجامعات ولكن الأمر الفريد من نوعه هو عرض وجوه متخرجي عام 2020 على برج خليفة مزيد من التفاصيل مع ضيف اليوم Associate VP Student Affairs دكتور رامي الخطيب بالكنادي يونيبورسيتي دوباي دكتور رامي أهلا وسهلا فيك بتواصل خبرنا عن حالك وعن دورك الحالي كـ Associate VP Student Affairs من كنادي يونيبورسيتي دوباي أهلا وسهلا فيك روز تانكيو سو ماش على الاستضافة برنامجك من البرامج الممتعة وأنا تبعت كذا حلقة منها وعن جد يعني الله يعطيك العافية شكرا لك أنا بلشت مع الجامعة الكندية من بدايتها تقريبا وبلشت كأستاذ جامعي ودراجت بالمراكز الإدارية المناصب الإدارية و اليوم الحمد لله وسهلا في هذه الموضوع الاسوسيت في بروس تانكيو دولة في prefix المقه للعجام للتقريب منا ننهى الاسلDet droplet انا ننظر المتعمة والسهلية المنظر مناهى والاسترات المنظر من الأساسين إلى النهارahi ننهى ان ننهى الاسطابات في حاجة المنصب البرتفوليو شوي منوعة كثير وبيغضي كذا السيربس بس كلها مربوطة بالطلاب سواء الجدد اللي راح يجوا او الطلاب الحاليين السيربس اللي بيحتاجوا دكتور رامي الفنداميك اثر على كل الكتاعات واكيد منهم الكتاع الاكاديمي ولكن اذا منطلع شوي على التفاصيل اللي صارت بالاكاديميا من ليه انه اقلمت كثير بسرعة عم يعملوا فعلا شغل بجنن هل برأيك فيه مثل للاكاديميا بالتحديد يمكن لانه تقلموا بسرعة فائقة على يمكن لانه الاسادزي حافظت على وظائفها هل برأيك فيه شيء منيح من وراها الفنداميك هلا زي ما قلت روز انه القطاع التعليمي بالامارات بشكل عام بسرعة قدر يتأقلم بتوجيهات طبعا القيادة الرشيدة والحكومة والوزارة ووزارة التربية والتعليم قدرنا بسرعة نتأقلم مع الوضع الحالي وحافظنا على خلينا نقول الكواليتي وفديوكيشن وفديوكيشن فمن هيدا الناحية كان فيه الحمدلله نعتبره نجاح لانه بالظروف اللي صارت وزي ما قلتي صارت بسرعة لقصة شوية وهيدا كمان بيدل انه كان عنا بنية تحتية وفديوكيشن والشباب اللي بيشتغلوا معنا وكذا بالتكنولوجيا والآيتي وعلى الأكادميك ومثل ما قلت المدرسين طبعا ما بقلك انه ما كان سهلي عليهم يعني كلهم دخلوا رح نحكي شوي بعد اكتر على التفاصيل كيف دخلوا بدورات وكذا لقدروا بفترة صغيرة يتأقلموا على الوضع الجديد فالحمدلله من هيدا الناحية قدرنا نقطع المرحلة الصعبة هلا من الناحية إيجابية يعني طبعا الوضع منه هين وأكيد أثر على العالم كتير بس بظن انه الشي الوحيد اللي ممكن شوفه انه يعني ما بعرف اذا بتقول كلمة إيجابي بيك وضع بس يعني ما يهب ايجابي يعني point to view انه الطلاب مثلا وحتى الاشخاص يمكن بعد هيك الظروف ان شاء الله بعد ما تقطع يبلشوا يقدروا اكتر التفاعل البشري يعطيتنا كمان نوع من المروني بظن والليوني شوي انه نتعامل مع المواقف لما حدا كم توقع هيك شي وفجأة قدرنا بتتعايش فيها فهيدي بظن بتعطي شوية confidence كمان للشخص للطالب من ناحية تعليمية وللمدرس ولكل العالم اللي قطعت بهذه الحال فيمكن هيدا النظرة الوحيدة اللي بشوفها كpositive دكتور رامي بدي منك تخبرنا عن الانشاتف زي اللي قمتوا فيها انا حقلق الضوء على مبادرة كتير حلوة اللي هي خاصة 30% على الفول سيماستر القادم ما حنحكي عن البرتشوال كومانسمنت هلا حنخليه لبعد شوي ياريت تخبرنا اكتر عن هالمبادرة وعن غيره حسنا هادي لوحدة بدأ انترويو لوحدة يمكن لانه شغلة كبيرة بصراحة البرتشوال كبيرة بس ايه بس ايه بلش لك يعني خلينا نبلشه يمكن step by step اول ما القصة دخلنا بقصة الانلين education وتعليم الافتراضي دغري زي ما قلتلك انه لانه لانه عنا البنية التحقيه تبع الجامعة قوية كتير والتكنولوجي والآي تي وكل الموظفين اللي عنا بالجامعة ادروا بسرعة خلال فترة كتير صغيرة يوسطوا خلينا نقول الانلين education to make the online education feasible and easier on everyone فمن الشغلات اللي عمناها مثلا دورات مكسفة كانت للمدرسين لدكاترة للموظفين بشكل عام حتى الستاف كيف يتعاملوا بهيدا الوضع وكيف يقدروا يقدموا احسن ختمة و احسن سيربس للطلاب و للمستهلكين بدون اي تأثير ده ما بقول على الكواليتي فالحمد الله هايدي انا بحس اول مبادرة نشحت فيها الجامعة بالوضع اللي صار فيها و انا بأكد بهيدا الاصصة لانه كنا نعمل السيربينج للستودنطس و كذا و دايمانا نحن نتصرف احسن ختمة من هيدا الناحية الحمد الله قطعنا فيها منيح بعدين بلشنا باصة طبعا عملنا بعض التعديلات مثلا كمان باللجايدلانز مع الوزارة انه غيرنا بعض طلعت لنساعد الطلار بيحافظوا على الجي بي اي طبعا ما يتأثر في الظروف اللي كانت انه بعض اذا الطالب بتو ينجح كورس و بتو يغيروا لباس مثلا و بدون ما يكون في الى جي بي اي في عندو هيدا الحق كان يقدر يعملوا فهيدي كمان سهلت شوية الطلار بما تتأثر علاماته بهيدا المرحلة شغلة الثالثة مثلا عملنا مبادرات تقريبا اسبوعية اذا بيقول او مكسفة كمان على مبادرات تقريبا اسبوعية للطبع الكورونا والكوفيد منهم مثلا عنا استاذ بعلم النفس اعطى محاضرة كيف الشخص يقدر يتعامل مع القلق والتوتر اللي بيصير بهيك حالي طبعا ومبادرات اخرى مثل هيك عملنا قصة البرتشوية اوبن هاوس لطلاب سيرفيس كلا من اي تو زي يعني انا بيقول لدرجة انه حتى بسيرفيس اكتيفيتايز كتير عملناها اونلاين مسابقات وكتيرا مبيتشن ويبانز ميوزيك اي بانزم عملنا مع الطلاب وكمبيتشن كمان سبورتز اوار سبورتز كان دامان بيعمل زي فتنس ساشن وعلى صفحة العملية أماما وكذا أجل مجال أجل العملية كيف يجد أجل العملية وكذلك وفي الوضع اللي إحنا فيه مع الكورونا فإنك بصراحة ولا مجال لدينا تقريباً توقفت كله مشي وعلى نفسك أنه تقريباً فيزيكاً فهيدي أنا بحسة كمان مبادرة والجهد من نهيين لأن نقدر نحافظ عائدة الكواليتي طبعاً هلأ زي ما حضرتك قلتي أنه قصة لـ 30% هذه بدأت في السامر فمن السامر أعلننا على 30% خصم لكل الطلاب نيو، كارنت ونيو للسامر سيماستر وبعدين هلأ جددناها للفول سيماستر فتقريباً سلنا نعطي 30% يعني السامر سيماستر وهلأ ستبط على الفول فهيدي طبعاً أجل مبادرة من إدارة الجامعة والبورد لا يساعدوا الطلاب والأهالي بالظروف هذه لأنه قدرنا أن الوضع الحالي صعب وفي أهل كثير يعني يمكن تخسروا وظائف أو أثروا بالوضع الحالي فعم نحاول أدمر فينا نحافظ ونقع الطلاب ونساعدهم كانت كثير مبادرة حلوة وقدروا الطلاب كثير ولهلأ طبعاً المبادرة هذه موجودة لأنه للفول سمستر هيدا بالإضافة بتذكر كمان إنه إحنا عالنا على سكولارشيب فالطالب هي قرانتي 30% سواء كان كنت أو نيو موجودة وموجودة وموجودة يمكن أن يطلع على سكولارشيب وممكن يطلع إلى 60% يعني في طلاب راح يطلعون إلى 60% فبزون يعني هيدا راح تساعد كثير أهل والطلاب إنه يقدروا يسجلوا وما تأثر التعليم وفي مبادرات كثير يعني منها بدي فوت بقصة بس قلتي خلينا ننأجل خلينا نحكي عن جرادواشن يمكن أهمها مبادرة ويمكن لأنها فعلا خريدة من نوعها وتتميز عن بقية الجامعات بالإمارات وبرط الإمارات هي عرض وجوه المتخرجين لعام 2020 على برج خليفة هلأ خبرنا عنها من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح وبكل فخر واعتزاز نحتفل معكم بخريجي الدفع العاشرة للجامعة الكندية دبي لسنة 2020 أحييكم جميعا أطيب تحية في هذا الاحتفال تخرج الدفع العاشرة من الجامعة الكندية في دبي أهلناكم أيها الخرجين والخرجات وأتمنى لكم النجاح والتوفير ولجامعتكم دوام التقدم والازدهار أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل عمل نافع وأن يحقق لدولتنا العزيزة والعالم كله الخير والسلامة والاستغرار موسيقى 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 شكرا موسيقى 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 في غاية حسن يسلم كفة بعديها تسب النواة تسب النواة من أولها ليقصها تسب النواة تسب النواة تسب النواة تسب النواة موسيقى 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 كلاسة 2020 تستطيع الهاتف وزير التسامح وبلشت من إدارة الجامعة بنشكر السيد بوتي سعيد الكندي اللي هو الشانسلر طبع الجامعة الكندين ورئيس الجامعة الدكتور كريم شالي المبادرة كانت من المانجمنت من الإدارة من البورد طبع الجامعة لا صراحة هي كانت القصة إنه شعور مع الطالب إنه طالب بهيك الظرف عم بيتخرج وعفكرة بس يعني إحنا لنالهم للطلاب إنه إن شاء الله لما نرجع وإن كل شيء ستعود ستكون لدينا مستعدة بس حسينا إنه نجد أن نفعل شيئا نجد أن نفعل شيئا نجد أن نفعل إنه فقط الإدارة طبعاً هذه المبادرة مميزة وفريدة مثل ما كتب عندنا بجرائد دخلة التاريخ لأنه يمكن أول جامعة بالعالم بتحط صور خارجين على والبرش خليفة هو أصلاً برش خليفة إنه مبادرة مبادرة إنه مبادرة 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 في العالم لذلك بصراحة قمت بصراحة إنه مثلاً شفوه على التلفزيون ببلاد مختلفة بالعالم يمكن إحنا ما غطيتنا تغطيت لها واحدة فطبعاً هذه كان شغلة كبيرة بدون دخلوا التاريخ هؤل الطلاب قدرواه كثير بدون أعطيتهم شعور قدروا الجامعة مهتمة فيهم وكانت مبادرة كثير حلوة بهيك ظرف إنه ظرف هذا الصعب بالطالب يحس إنه فيه مستقبل فيه أمال فيه كان كثير يوم مميز ما فيني يعني أحكي عنه أكثر ما إليك إنه هايدي فعلاً مبادرة والله يعطيهم العافية ونشكر طبعاً إدارة الجامعة ومعالي الشيخ نهيان ببارك نهيان وزير التسامق ومشاركته الحمد لله كان كثير نجحاً دكتور رامي حياخذ أول بريك ومنرجع دكتور رامي بأي منظمة وبأي جامعة حتى المستحلك بيكون كثير محدد بحالة الكنديونيبورسيتي دوباي ويمكن بحالة الجامعات بالإجمال مين هو الكنزيومر؟ هل هو التلميذ اللي هو أراضي موجود عندكم؟ هل هو التلميذ اللي هو يلتحق بالجامعة؟ أو هو أهل التلميذ اللي ممكن يلتحق بالجامعة؟ أو الموجود؟ مين هو بالتحديد؟ كل اللي قلت له وأنا ما بحب بالجامعة الصعبة تقولي كلمة مستهلك وكنزيومر كلمة صعبة نحن يعني التعليم طبعاً من هو برودكت تمره في السيرفز لا أنا أنا أتكر من حيث المنظمة قلت يعني بأي منظمة في كونزيومر فعم جرّب أقرب الصورة بين منظمة كونزيومر و جامعة وستيودن إذا فينا تسمي كونزيومر ومستهلك نعم أتكرار يعني أنا أقول لك تسميهم شركة معنا دعنا نقول هي عائلة واحدة بالأخير على كل الأحوال و نجاحها فكرة نجاح الجامعة نجاح للطالب اللي فيها و نجاح الطالب نجاح للجامعة لأنه إحنا بالجامعة الطلاب إليه نقيمة شوية مختلفة لأنه كل طالب بيقدر يعمل أي نجاح مذكور أوتوماتيكلي الجامعة عم تنجح معه يعني أنا مثلا عندي طلاب إليه نجاحات كتير بيشتغلوا بالبلدية هلأ بالفرونت لاين مثلاً عم بسيط فوت سيفتي و عم بنحط عنهم بالإعلام وكذا و عم بذكروا أنه عم بيدرسوا بالجامعة الكندية فنجاحه النجاح لأنه والعكس صحيح طبعاً عشان هيك بحس إنه شركة خلينا نقول أكثر بس كمان طبعاً أنا معك هيك بالأخير كلمة مستهلك كونسيومر يعني إذا ما نحكي مستهلك يعني إذا ما نحكي مستهلك مازبوط عليك إنه أكيد أكيد طبعاً أنا معك بس إنه بحب أنا دائماً بحب أن نسميهم شركة أو وان فاميلي بس إذا ما نمشي بهيدا طبعاً بالكومينيكيشن بروسس كلهم أنا بقول لك كلهم كونسيومر لأنه إحنا أولاً بالكولشور تبعنا بالذات معروف إنه الأهل إنه ندوري كتير بلعبوه بتنقية مثلاً الجامعة للطالب يدرس فيها التخصص تعرفيها فطبعاً لازم نوصل للطالب نفسهم ويقتنع فينا ولازم نوصل لبيه أو أمه أو أولياء أموره كما لا يقتنعوا فينا لأنه بظن بالعائلات أغلبها عم بيكون ميوتشوال الطالب شو بده أو الإبن أو البنت وباية أو أمه فهول الأتنين أنا بظن الكنسيومر من ناحية النيو كمان الكارنت لأنه أولاً، حتى لو عندي كارنت ستوينت كمان الكارنت ستبعو أنه ستعمل أهم لأنه هذه الكنسيومر، إننا ننحره أو كارنت ستوينت يمكن أن تخزون، ونستطيع أن أعودهم فهذه القصة هنا، فقط حسن أن تستطيع عائلين نيوائك وحتى عائلين نيوائك فأنا برأيي أن تركيزنا دائماً على كل الشرائح التي أكتبت عنه من الأهل للطلاب نفسه أو 98% لا يوجد تفرعة النتواري يبدو نتحدث عن التركيز أول الخطوة بالنتواري طلعت على ارقام البجت اللي عندكن هي افلاين وانلاين خلية نحكي بالاول على الافلاين يعني اذا بتحكي عن تيفي راديو فرينتس و اوتدور البجت كتير ضئيل وكأنه حسيت كأنه تنادي دبي ما بقى بتقمن بالترديشنال ميديا لحتى توصل المسج هلالشي مزبوط؟ لا لا مش هيك القصة القصة انه طبعا لا بعدنا من قام بالترديشنال ميديا لانه مثل ما قلتلك كنا عم نحكي عنهم الاهل وفي كتير اهل بعدهم يسقوا اكتر لما يقروا شي بالجرايد او لما يسمعوا شي على الراديو او التيفي فيه هيدا الفيليوني وفي عالم كتير منهم بالديجيوتال ميديا والسوشال ميديا حتى من الكيراند جنريشن يعني النيو جنريشن بس انه فإنه 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 إذا كانت منك الكيراند جنريشن يكون نحكي إنها فما يحفظه التريد بس كدير بس كدير بس اي ما يعني يعني اكيد طبيعي انه راح كن في تركيز اكتر شوية على الديجيتال ميديا بظن مش احنا بس كل الجامعات وكل يعني شركات ومؤسسات وكذا عم بركزوا اكتر على اليجيتال ميديا يمكن جزء مننا انه الكوست شوية أقل ويمكن ليش بيش شخص اصدقاء ليش مع الناس ما هنفوت فيها يعني هادي الى قصة تانية اذا مظبوط عم نوصل لاكتر بكوز تقال ما هنقشو هلا بس اوكي بس ايه بس مش معناه انه ابدا انه لا يمكن عندك حق انه البجت اكتر الوكيتد تور ديجيتال ميديا وكذا ما او لا وصوشال ميديا بس احنا كتير انا مثلا بالصوشال ميديا والبرياكت انه قلت اي ممكن نحكي عن هيدا بعد شوية بس مش معناه انه توقفت هنالك تلاقينا ما رح قلك بطريقة متواصلة بس ايه موجودين بالذات عن طريق الى في شغل كتير روز كمان بالجامعات الحلو فيها انه انت يمكن ان تصدر نيوزبابر وراديوز وكذاباي المستشumberات خاصة YouTuberürüright ونةقهم يعني اذا عندك دكتور مثلا عن مشروع او طالب كما قلتلك طلب انقذلو اقلي상 لايتم يمكن أن يكون لدينا إسم الجماعة، يمكن أن يكون لدينا إسم الجماعة، يمكن أن يكون لدينا إسم الجماعة. يعني إذا الإسم الجماعة ليس كبير، يكون هناك بديل له. واحد منه هو الـ PR. ماذا كمان الألترنتيب التي تلجأ لها لحتى تقدروا تتواصلوا مع أهليون؟ لا، كل الناس المطروحة المطروحة، مثل الإيميال، الأسماء، الواتساب، التركيز الكثير على التركيز. أعتقد أننا جميعاً على التركيز الكثير من الإنستجرام، وفيسبوك، وأخرى، واللينكتين، وعندنا هلأ كمان تيك تاك، يعني أعلم أنها تيك تاك، لكن تستطيع أن تكون لدينا إسم الجماعة. دعي سألك كيف أنت عم تذكر تيك تاك بالتحديد؟ هل رأيك، أنا ما عندي شيء ضدهم، تحب كثير تيك تاك بالتحديد، هل هم رأيك بيحافظوا على الصورة الجدية والجديرة بالثقة؟ وقت اللي نحكي عن جامعة، أن تكون موجودة على هالبلاتفورمز، أرجع بيقول لك، أنا ما عندي شيء ضدهم للبلاتفورمز، بس أنه يمكن ما كثير بحثة كومباتيبل مع هالبلاتفورمز. يعني هلأ إحنا تيك تاك دخلنا جديد، بس وكمان مور أنه، لأنه الجنريشن اللي إحنا فيها كلهم عم بيستخدموها، مثل سناب شات كنا من قوائل جامعات ممكن اللي بلشت فيها كمان، وهلأ شوية شوية خفت سناب شات أزينو. شوفي أنا برأيي إنه إذا قدرتي تختاري البرودكت تبعك أو الطبكت تبعك، سوري، بطريقة صحة وتناسب الجامع حتى لو جبتي بطريقة شوية فيها فن، وكذا ما مش غلط، طالما أنه ما عم تخسري مزدائية بالموضوع تبع عمد أدمو على هذه المنصات، وطبعا يعني إحنا عم نحكي في في تيم وراء القصة، أنه هن بيقدروا شو اللي ممكن ينحط هون، شو اللي ممكن ينحط هون، يعني لينكتون مثلا، يتعلم أنها أكثر من مستخدمة البرودة، فطبعا فيه شغلات يتروح على لينكتون، يمكنني انكتجها في انستجرام أو طيكتا، وما تنسى روز فيه شغلة تانية إذا ما عم بقلك، انه إحنا كجامعة مش بس هي في تعليم وكاديمية، بس كمان لديك الاجتماعات الأطفال، هاي دي الاشتراكات اللي بنعملها، الناس اللي بنعملها، الاجتماعات التعليمية، الاجتماعات التعليمية، وديم عام للجامعة الكندية، والجامعة الكندية من الجمعات الكتير، تميزت بإصد انه عنده العبائل و العبائلات العامة هي مجموعة سوبر مجموعة حتى لما كنا نورمال رجالي للعبائل تجاوية أحد بعد الآخر وفي منهم تجعلوا نتخين فأذكر كي بشغلي ما أعرف إذا فينا نرجع شوية لأورا لما عملنا مثلاً الإيثنت طبع الـ People of Determination كوير كان أسامل بالأوبرا وحضروا المطلب محمد العصاد ما حمد أصاب عمل دجدي كبير بوقتها و قبل سنة كنا عملون الحارات في الأوبرا ويمكننا من قوائل الجماعات إذا وحيدة لحدية هل أنا أعرف عنها عمله تخرج خطوصا بالأوبرا يعني هي نظام الجامعة الكندية طبعا تعليم الأكاديمية الأساس آآه أنا بصراحة بحيكم على كيف تهتموا بال بالفزيكو الآخر والمانتال هالس كمان سأخذ بعد بريك ونرجع دكتور رامي بدي أسألك سأت حكينا كثير عن مبادرات بدي أسألك عن مبادرة إذا في شيء جديد بالبايتلاين ويمكن يكون بعد فترة الوباء في شيء جديد؟ أكيد هناك مبادرة مميزة بزن بلجنا نحكي عنه عملنا الإعلام قبل الكورونا وشوي على الكورونا طبعا هيدا الموضوع بس هلا نعود إلى ذلك هيدا المبادرة اللي هي الكمبس في سيودي عم بيتوسع إحنا حاليا على الشيخ زي درود تقريبا من ورقة شفايا يعني داون تاون 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 بس بالسيتي ووك فنيو كامبس طبعا تاون 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 في هذا الفترة كان في كتير تحديات مرحبا يا روز ومن بين برج خليفة ما بدك أكثر من هذا إن شاء الله دائما يكون عليكم هذه الموبادرات الحلوة كنا نقول أنه في فترة البنديمي كان في كتير تحديات نقلنا تحدي معين يمكن كمانا كان فشل شوي وقدرت تحوله ويمكن أنت كان عندك خاص بك وقدرت تحوله لدرس بدل ما يكون فشل وتحدي في شي قصة من هالنوع يعني الحمد الله ما بدنا نقول في فشل لا بظن الحمد الله كل ما قلت فشل بخافه من الناس يعني كتير عادة أن يكون هالفشل وحولناه لدرس خاصة بجامعة يعني يعطيها بلر للجامعة وزخم لبعدين أكيد يعني يعني هي لو بدي ركز على الشي رح يكون التعليم التعليم الإفتراضي أكيد يعني مع كل اللي قدرنا نعمله كذا والحمد الله زي ما قلت لك حافظنا على الكواليتي بس ما إجت الطريقة سائلة يعني يعني تعبنا كتير الدكاترة تعبوا كتير المتابعة كتير كبيرة متابعة مع الطلاب كمان كتير يعني إحنا حتى الكاؤنسلر ستعوننا مثلا كانوا يتواصلوا مع الطلاب عنا مثلا طلابنا اللي سكنين بالدرم كنا نتواصل معهم طول الوقت لأنه أغلبيتهم فأغلبيتهم فأغلبيتهم نحس لهم كأهل مسؤولية لدرجة أنه مع أنهم أكيد ما بيحتاجوا ولا شيء بس الجامعة صارت تعطيهم مبادرات إنه مثلا إذا محتاجين شيء نتواصل معهم مستلزمات حتى تنظيف وكذا لنقدر نحافظ على السافتي طبعا بالسكن يعني كان في صعوبات في قصص كتير كانت مسؤوليات كبيرة خليني أقول مثل هيك بس يعني الحمد الله أطعد وكل آخر وحتى البرج خليفة أكيد مننا يعني الأوضكام بس طبعا فيه شغل كتير وتعب وصهر بالأسابيع اللي قبله لنقدر نوصل لهذه الأوضكام يعني ما بك تخبرني على شيء ما زبط على الجد والله عم كون سريح والله ما فيه شيء براسي هلا إنه للك مثلا هيدا ما زبط مثلا إنه حوالنا بظن تعبنا على شيء بس بالأخير زبطت خلينا نقولها هيك يعني كانت تحدي يعني تكون صريح وكنا خايفين إنه ما تطلع على اللفل اللي كنا حابين تطلع بس عن جد الحمد الله الحمد الله طلعت أحسن حتى ما كنا متوقعين والطاقتي تبعه يعني أنا بقولك يا بصراحة كنا عم نحضر الزور واته وكل واحد ايده على قلبه زي ما بوله إنه أي غلطة هاي دي مننا يعني بس الحمد الله كتير بشكل عام أطعت منيه ويعني بشكل عام ما في شيء معين إدرسبرو هلا هل هي شيء ساكساس ستوري غير البرتشوال كومانسمنت اللي عملتوه؟ يمكن هيدن ساكساس ستوري نحنا معرفنا فيها بس أنتو شعرتوا فيها لأنو أنتو من قلب الجامعة بظن رح يرجع هي دي الـ Online Education مننا يعني العالم لازم تقدر قدي كانت صابي مننا هيني لصة وجامعة إنه فرجقت من تعليم face to face لـ Online هيده بظن عن جد هيده لوحدة ساكساس ستوري تو بي منشن وإحنا بالذات لقلنا نفتخر إنه عملناها وطلعت النتائج تبعها والـ Student satisfaction was very high هيده كان فيها كان فيها وكان فيها التعب ومنها هيني حتى إلى اليوم بعدنا عم نتعلم بس إنه أكيد هلأ يعني قلتي فشل ما بقول فشل يمكن أغلاط صارت أو قدرنا نتجنبها هلأ ونتخطاها وعم تتسلح معنا يعني اتعلمنا منها درس أكتر ما بتقول إنه فشل ساكساس توريز أنا بتريكها كمال للطلاب مثل ما قلتلك عننا طالب مثلا مع البلدية بالفود سيفتي بالفرونت لاينر بالوضع الكورونا إنه هيده لقلنا ساكساس إنه هيده الطالب عم بيروح بهيده الوضع وكذا وعم بتأكد إنه الأكل عم بيوصل للأهل والبيوت إنه نضيف في وضع الكورونا منا شغلة صغيرة وهيده منفتخر فيها إنه عنا طالب يكون تلي وفيه كثير طلاب عملوا إنجازات بس هلأ يعني هيده إنجاز هلأ عم بيحكي عنه لأنه حكينا عنه بالفترة الصغيرة الماضي فعذاكرتي زي ما بقوله بس يعني الحمدلله وقصة هيده كمان الـ بظن إنه إنه ساكساس يعني إنه لتقدر إدارة الجامعة وكذا تراعي الأهل وظروفهم بهذا الوضع وتعمل مثل هيك بالسامر وبالفق والمعالي أعتقد أنه أيضا أعتقد أنه يوجد كثير من الوضع بس لأي شيء بشيء بشيء للجميع يعني ما شاء الله بعتقد ما أسرته وإن شاء الله بتمرق هالفترة والدستنس لرنج كان نجاح ولكن ما في شي بعود عن الفيس تو فاس والفيزيكال لرنج إن شاء الله بترجعوا لهالأيام قريبا إن شاء الله آخر شي دكتور رامي بدي منك توجه رسالة للتلاميذ ويمكن الأهليهم بهاي الفترة الصعبة سننا راحين شوت كبير مننا شو بتقلهم؟ بقلهم الله يعطيكم العافية وشكراً أنا بشكرهم بالذات طلابنا والأهليهم إنه تحملونا بالظروف هايدي اللي إحنا فيها زي ما قلتلك إنه كانت الدرس اللي كلنا تعلمنا منه فقلتلك إنه ما في فشل الحمد الله والنتيجي بالأخير بس طبعاً صار يمكن يكون صار شوية مستيكس أو صعوبات مانا مستيكس حتى وكانوا صابورين الأهل والطلاب كانوا صابورين والمدرسين كانوا صابورين كلهم اللي تعلمنا من هايدي الدرس فبقلهم الله يعطيكم العافية وإن شاء الله يا ربي بتقطع هايدي المرحلة ونرجع ونشوفكم وهيدي برش خليفة حتى للي ما تخرج هالسنة يشوف ياخدك كيف يقلوها يعني حافظ إنه في مستقبل إن شاء الله ورح نقطع أكيد بإذن الله رح نقطع يعني ما في شك بالذات بدولة الإمارات مع القيادة الرشيدة والحكام دولة الإمارات والشيوخة ما في شي بيستاصع عليهم أنا مأكد إنه رح نقطع عيد المرحلة ورح نقطع أقوى كمان ويعطيك زي ما بقلك إن شاء الله رح يكون المستقبل المستقبل مشرق أكتر بإذن الله دكتور رامي بدي أشكرك على هذه المقابلة الحلوة نتمنى لكم التوفيق وبهالفترة هذه الصعبة وإن شاء الله بتتخطوها ومنرجع على ال نورمال اللي نحنا بنعرفه شكرا شكرا على الاستضافة شكرا شكرا برهنت كناديان يونيبورسيتي دوباي إنه التواصل الافتراضي ما له حدود كما برهنت إنه حفلة تخرج الافتراضي يمكن يفوق بالضخامة والأهمية حفل تخرج تقليدي وحقيقي موسيقى 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 اشتركوا في القناة